السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اجازة الصيفية سمر فصل الصيف هوليدي اجازة مع بعض صارت الهو اجازة الصيفية اكتيفتي وون هو التمرين الاول listen and repeat استمع وكرر في عندي مجموعة من الكلمات الجديدة لموجودة عندي هنا في البوكس الازرق في الصندوق الازرق الطالب رح يستمع الى هذه الكلمات ويكون قادرة على نطقها جيدا ويكررها بشكل صحيح خلينا نستمع الى الكلمات الجديدة خلينا نروح نشوف معاني الكلمات الجديدة عندي هنا accident معناها حادث awful معناها مرعب او فضيع ويساويها terrible come back يعود او يرجع bang يضرب او ينخبط crash يصطدم يصطدم في شيء يعني دائما الاستضام بيكون فيه اللي هو بيكون قدامي ايشي تاني باستضم فيه عندي call ينادي fall يسقط miss يشتاق stairs سلالم او درج still ما زالة summer camp مخيم صيفي tired متعب خلينا ننتقل ل اللي هو قبل من فوت في activity number two في عندي اللي هو structure بدي اتعلم عليه اللي هو what happened to your arm ماذا حدث لذراعك اللي هو عندي هنا بيسأل عن اللي هو شغلة اللي هو حدثت وبدأت وانتهت في الماضي كل الحدث صار في الماضي لذلك بدي استخدم اللي هو الزمن المضارع البسيط زمن المضارع البسيط عندي فيه الجملة بدي استخدم الفعل التاني لا بدي اطلع الفعل التاني من الفعل الاول يعني بدي اجيب كيف بدي احصل على الفعل التاني بدي اضيف عندي نوعين من الافعال افعال منتظمة وافعال غير منتظمة الافعال المنتظمة بأحصل على الفعل الماضي منها بأضفلها e d مثلا عندي happen يحدث الماضي منها happened حدث crash يصطدم crashed استدم وهو ماضي bang ينخبط الماضي منها banged وهو ينخبط وخلص play يلعب الماضي منها played لعبة miss يشتاق الماضي منها missed اشتاق tall اللي هو ينادي الماضي منها called climb يتسلق الماضي منها climbed تسلق في عندي افعال اسمها افعال غير منتظمة باحصل على الفعل الماضي منها بدون اضافة انه هو ببضي في الهاش الاد بصير بكون عندي تغيير في حرف او حرفين في الكلمة وباحصل على الماضي مثلا عندي have يقضي الماضي منها had قضى fall معناها يسقط الماضي منها fill سقط come يأتي الماضي منها came اتى go يذهب الماضي منها went ذهب till عندي انه هو يقول told قال write يكتب الماضي منها wrote activity 2 التمرين الثاني listen and answer the questions وهو استمع وأجب على الأسئلة في البداية بدنا نناقش اللي هو الصور اللي موجودة عندي هنا ماذا ترى في الصورة I can see trees trees girls بنات boys أولاد عندي هنا flowers وهو ورود stairs الصورة picture 2 الصورة الثانية أنه هو عندي stairs عندي tree house أنه هو منزل أنه هو على الشجرة هو منزل صغير بيجلسوا في الأطفال منزل أنه هو يبنى على الشجرة عندي تقريبا أنه هو في جميع أنه هو في جميع الصور هم من نفس الشخصيات لو سألت أنه هو who can you see من ترى في الصورة عندي هنا Amy Ronia Ben and Omar هم تقريبا أنه هم الشخصيات اللي موجودة عندي هنا والحديث اللي بدور بينهم what are they doing ماذا هم يفعلوا they are they are talking they are talking عندي في جميع الصور هم يتحدثون they are talking يتحدثون خلينا نستمع إلى الحديث اللي دار بينهم جميعا ماذا هم يتحدثون ماذا هم يتحدثون then then she had an accident she fell down the stairs of the treehouse and broke her arm oh how awful Amy climbed up the stairs of the treehouse and fell back down and then crashed into the flowers she banged her head and arm ouch my friend Anne heard me fall she called a teacher and I went to hospital phew thank goodness Amy told Rania about the accident Amy's friend called a teacher and Amy went to the hospital did you still have a good time at summer camp oh yes we had a great time we played lots of sports and we went swimming every day look my friends wrote their names Amy and Ben still had fun on their holiday Amy's arm doesn't hurt anymore خلينا نشوف الحديث بالتفصيل عندي هنا اللي هو picture number one welcome back Amy مرحبا بعودتك يا Amy I missed you أنا اشتقت لك miss يشتاق missed اشتاقة أنا اشتقت لك did you have a nice time at summer camp عندي الأداة السؤال did لما انتج اول الكلمة في السؤال معناها هل هل انت قضيت وقتا ممتعا في المخيم الصيفي Amy ذراعك تتحدثان نحن لعبنا طوال اليوم Amy Amy was very tired Amy كانت متعبة كثيرا then ثم she had an accident ثم حدث معها اللي هو حادث أو تعرضت لحادث she fell down the stairs of the tree house and broke her arm هي سقطت من على الدرج على الأرض سقطت عن سلالم بيت عن السلالم أو الدرج تبع بيت الشجرة وكسرت ذراعها عندي هنا أمر how awful إن هو كم هذا مرعب كم هذا مروع Amy climbed up the stairs of the tree house and fell back down and then crashed crashed into the flowers Amy تسلقت أعلى السلالم سلالم اللي هو بيت الشجرة وسقطت إلى أسفل واصطدمت اللي هو ثم اصطدمت في الظهور she banged her head and arm هي انخبطت في رأسها وذراعها خبطت في رأسها وذراعها وانكسرت ذراعها my friend and heard me fall صديقة بنت تتحد بتكلم ايمي عن كيف ماذا حدث بعد أن وقعت ايمي my friend and heard me fall صديقتي and friend صديق my friend صديقتي and سمعت عندما وقعت سمعت ني اسقط she called a teacher نادت المعلمة and I went to hospital وذهبت إلى المستشفى he thank goodness من هو شكرا يا إلهي ايمي told رانيا about the accident ايمي تقول لرانيا عن الحادث اللي حدث معها وانكسرت في ذراعها ايمي زفريند called a teacher and ايمي went to the hospital ايمي زفريند صديقة ايمي صديقة ايمي عنده هنا friend صديق وامي ايمي اللي هو صديقة ايمي بدأ انسب الاسم الثاني لالأول ايمي صديقة ايمي اللي هو نادت المعلمة وامي اللي هو ذهبت إلى المستشفى عندي هنا رانيا did you still have a good time at summer camp did اللي هو حكينا انه did معناها هل هل انت ما زلت قضينا وقتا ممتعا في المخيم الصيفي oh yes oh نعم we had a great time نحن قضينا وقتا ممتعا we played lots of sports and we went swimming every day نحن لعبنا الكثير من الألعاب الرياضية وذهبنا إلى السباحة كل يوم كل يوم look انظري my friends wrote their names أصدقائي كتبوا أسماءهم أصدقائها لابن هي عندي في الصورة أصدقائها لأيمي لهو كتبوا أسماءهم على لهو ذراعها المكسورة عندي هنا لهو كريس لهو اسمه كريس عندي صديقتها آن ستيبان وعندي هنا ستيف أصدقائها Amy and Ben still had fun on their holiday Amy's arm doesn't hurt anymore ايمي وبن لا يزالون يقضون يقضون وقتا مستمتعين بعطلتهم ويقضون وقت ممتع في إجازتهم ايمي's arm لهو ذراع ايمي doesn't لهو hurt anymore لم تعد doesn't اللي هو لم تعد اللي هو لم تعد تؤلمها heart يؤلم لم تعد تؤلمها خلينا نجاوب على اللي هو الأسئلة اللي موجودة معانا عندي هنا عندي مجموعة من الأسئلة how did رانيا how did رانيا fill seeing ايمي how اللي هو كيف كيف رانيا شعرت عندنا دد فل اللي هو صار معناها ماضي كيف رانيا شعرت اللي هو عنده رؤية ايمي كيف شعرت عندي هنا very happy اللي هو كتير مبسوطة كتير سعيدة number two what word tells us how the girls felt not seeing each other over the summer holiday ما اللي هو what ما هي الكلمة التي تقول لنا اللي هو كيف البنات شعروا اللي هو عندما لم يروا اللي هو عندما لم يروا بعض لفترة اللي هو فترة فترة اجازة الصيف هم اشتاقوا لبعضهم البعض number three كيف ايمي اللي هو كسرت نقول يكسر اللي هو كسرت كسرت اللي هو ذراعها كيف ايمي كسرت ذراعها هي سقطت من اللي هو بعض اللي هو السلانم من على السلم four where did ايمي sleep at the summer camp where اين اداة السؤال اين اين ايمي صار معناها نامت اين ايمي نامت في المخيم الصيفي نامت وين في البيت اللي هو الصغير اللي على الشجرة in a tree house البيت الصغير اللي موجود على الشجرة number five what what did ايمي's friend do on her arm ماذا اصدقاء ايمي من هو فعل did do لحالها يفعل did do صار معناها ماضي من هو فعل عملوا او عملوا على ذراعها ايش عملوا على ذراعها ايش عملوا اصدقائها على ذراعها كتبوا على ذراعها they wrote their names كتبوا عاسمائهم على ذراع ان هي ايمي خلينا ننتقل الاكتيفتي number three اكتيفتي three listen and say عندي هنا الطالب يستمع و يقول او يتحدث عندي هنا الطالب بده يستمع يعود يستمع الى الحديث اللي دار بينهم ويعيد ويكرر كل جملة عشان يطور مهارة اللي عنده مهارة اللي تتطور ولا بتقدم اللي هو بتقدم فيها الطالب الا اذا ضل يستمع الى اللغة فانا بدي استمع عشان اطور مهارة اللي عندي واصير احكي الكلمة بطريقة صحيحة number four listen and answer the questions بدي استمع الى مجموعة من الكلمة مجموعة بدي استمع الى النص اعاود استمع الى النص و اجاوب على بعض الاسئلة ننتقل الى الاسئلة ونشوف الاسئلة عندي هنا number where did amy and ben spend their summer holiday اين amy و ben صارت معناها قضو يقضو 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 did spend قضو اين امي وبن قضو اجازة اجازتهم الصيفية وين هي سقطت الاسئلة هلا ايمي هير هير فريند ان هير هير فول اللي هو صديقتها ان اللي هو سمعت سمعتها عندما سقطت she called a teacher and ايمي وين تو hospital بدنا عندي هانا المربع الاصفر عندي انه يجب ان ينتبه الطالب الى everyday english اللي هو اللغة المستخدمة في حياتنا اليومية عندي هانا مرحبا بعودتك oh dear يا عزيزتي few معناها كل ما تقال تعبر عن اللي هو تعبر عن اللي هو الراحة بعد اللي هو بعد حدوث شيء مروع معناها اوف هو اللي هو thank goodness معناها شكرا يا الهي في نهاية الدرس بدنا انحل تمرين سهل وبسيط عندي هانا اللي هو get from the passage اللي هو استخرج من الفقرة او من النص الموجود عندي هنا اول قطعة عندي season اللي هو معناها فصل فصل عندي انه هو في الفقرة انذكر عندي فصل من فصول السنة اللي هو summer اللي هو فصل الصيف عندي انه هو لو طلب مني انه هو part of body استخرج من الفقرة اللي هو جزء من اجزاء الجسم شو عندي بدي اتذكر من الدرس الجزء من الاجزاء الجسم اللي ذكرت عندي عندي head وarm هي رأس وذراع عندي ناون طلب مني استخرج ناون اللي هو اسم عندي ايمي اسم بن ان امر رانيا عندي هنا فعل عندي الفعل عندي 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 كتير افعال انه هو صفة عندي نايس وغريت معناهم نفس تقريبا انه هو صفة معناها عظيم او رائع نايس لطيف ممتع اوفل بدي يساويها في المعنى من تريبل بدي اعرف انه اوفل اللي هو ميننج الميننج تبعها تريبل طلب مني استخرج بليس مكان عندي هسبتل اللي هي مستشفى وعندي هاوس طلب مني كونتري دولة الدولة اللي ذكرت عندي في الدرس اللي هي بانستاين بهيك بنكون خلصنا درسنا لليوم في نهاية لا تنسوا اللي هو تعملونا اللي هو اعجاب لصفحتنا على الفيسبوك والاشتراك بقناتنا على اليوتيوب قناة انجليش اونلاين وبتمنى انكوا تعملوا مشاركة للفيديو حتى يستفيد لأهل أصدقائكم وأحبابكم حتى يتم مشاركة الفيديو لأكبر عدد ويستفيد منه أكبر عدد من الطلاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته